إلى برلين يمان شواف يمان ما زالت عمليات الإجلاء مستمرة من أفغانستان ومن جانب ألمانيا فهي أرسلت مروحيات للإجلاء من أفغانستان يعني ما التفاصيل لديك بهذا الخصوص لعم شروق طبعاً وفقاً لوزارة الدفاع الألمانية التي أعلنت أنها أرسلت مروحيتين إلى العاصمة الأفغانية كابل من المفترض أن تصل صباح اليوم السبت المهمة الأساسية لهذه المروحيات هي في الدرجة الأولى إجلاء المواطنين الألمان والرعاية من المناطق النائية والمناطق الوعرة أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى العاصمة كابل وهذا الأمر طبعاً تزامن أمس مع الأنباء التي تحدثت على أن مواطن ألماني أصيب بطلق ناري خلال توجهه إلى العاصمة كابل وتم إجلاء هذا الشخص بنجاح بعد أن تدخلت هذه القوات الهدف الأساسي هو وفق لوزارة الدفاع هو الوصول إلى مناطق يصعب وصولها وقالت أن هذا النوع من المروحيات الخفيفة في الدرجة الأولى هو يقوم بعمليات الإجلاء في الظروف مثل هذه الظروف الإجلاء من المناطق الوعرة من المناطق النائية وهي ليس الهدف قتالي إنما هو الهدف المساعدة أكثر في عمليات الإجلاء هذه العمليات التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها عملية صعبة وعملية معقدة ووجهت الشكر للجيش الألماني الذي يبذل جهد كبير في هذه العملية على مدار الساعات هناك العمل متواصل ليس فقط الطائرات وسترى ربما في حال نجحت هذه العملية أو كان هناك مزيد لهذه الطائرات ربما قد ترسل مزيد من هذه المروحيات الخفيفة هذا الأمر متعلق بنجاح هذه المهمة نجاح هذه العمليات لذلك القلق لدى السلطات هو من أن يتعرض المواطنون الألمان أو الرعاية أو الأشخاص الذين يحتاجون كمثال هذا المواطن الذي أصيب يعني اضطر إلى التدخل السريع وإجلاؤه لذلك هذا أكثر ما يقلق السلطات الألمانية وتأمل أن تسير عملية الإجلاء بشكل سلس الحديث عن الصعوبات في الوصول إلى المطار والطرق والحواجز التي تفرضها طالبا لذلك تأمل وزارة الدفاع الألمانية أن تسير عملية الإجلاء بشكل سلس دون إصابة مواطنيها أو رعاياها بإطلاق رصاص أو بأي مخاطر أخرى نعم